الله جل وعلا ذلك خير فمن لبس التقوى في دنياه ستر يوم القيامة ومن أسباب الستر يوم القيامة أن لا تفضح مسلما ولا تفرح أبدا بأن يفضح مسلم ولا تسعى بخطوة ولا بكلمة ولا بيدك ولا ببليتوث تنشره ولا بأي شيء في فضيحة أحد وقع في معصقة فإن باب التوبة مفتوح لا تدري لعل الله يتوب عليه فيبقى عليك إثم نشر فضيحة كلما استطعت أن تستر على مسلم استر فلو جاءك في جوالك شيء لا طاقة لكذلك يصور فلانا أو زيدا أو عمرا أول عمل اسأل الله العافية ثم مسحه ولا تبالي فإن من أعظم ما يدخره المسلم عند ربه الستر على المسلمين أين كانت أحواله ويبقى يستر غيره ولا يحاول أن يفضحهم مع وجل في القلب نحو ربه تبارك وتعالى لأن يوم القيامة سماء الله جل وعلا يوم التغاب يغضن الناس بعضهم بعضا على ما يرونه والحاكل من استعدر لقاء الله جل وحلا في عام الله بصلواته وبالوالديه وبعمله الصالح وبالستر على المسلمين بالستر على المسلمين